موسيقى الرئيس سيسي يواجه بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني ويتطالع على الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الحكومة تعليل الإفراد عن بضائع بقيمة مليار ونصف مليار دولار من الأول وحتى العاشر من يناير الجاري وبعد توقف حركة الطيران الداخلي في الولايات المتحدة حدث سبراني يعطل بريدة بريطانيا تساعة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم موسيقى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني ذلك في الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة وإستثمار الحد الأقصى الاقتصادي من عوائدها جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي للإطلاع على خطة الأنشطة المستقبلية لوزارة الطيران فضلا عن المواقف التنفيذية الخاصة بها بعدد من المشروعات الجارية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء عباس كامل رئيس المخابرة العامة والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الخطة المستقبلية لقطاع الطيران المدني وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني وذلك في الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الاقتصادي الأقصى من عوائدها بما في ذلك موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي والفريد وامتلاكوها لسلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة مما يوفر فرصاً ضخمة في مجال الحركة الجوية وطيران المدني وكذلك السياحة وقد عرض السيد وزير الطيران المدني في هذا السياق خطط الأنشطة المستقبلية للوزارة فضلاً عن الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجارية بما في ذلك تطوير وتحديث أسطول الطائرات وحوكمة إدارة الشركات التابعة للقطاع وكذا إعداد الكوادر البشرية من الطيرين والأطقم الجوية على أعلى مستوى موضحاً أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني تتمثل في رفع كفاءة أداء العمل وتطوير المستمر وصولاً إلى زيادة القدرات التنافسية جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق ما بين مختلف الجهة المعنية بشأن الإسراع في إجراءات الإفراج الجمهوري وذلك عن مختلف السلع والبضائع بالموانئ المصرية جاءت ذلك خلال استعراض مدبولي لتقرير مفصل حول آخر مستجدات خاصة بمعقف البضائع المفرج عنها بالموانئ المصرية وأفاد التقرير بأن البضائع المفرج عنها لمختلف الأغراض الاستراضية خلال الفترة من الأول وحتى العاشر من يناير الجاري وصلت تقيمتها إلى أكثر من مليار ونصف مليار دولار كان شهر ديسمبر قد شهد الإفراج عن بضائع بنحو 7 مليارات دولار وبذلك تصل القيمة الإجمالية لما تم الإفراج عنه منذ الأول من ديسمبر وحتى الآن نحو 8 مليارات ونصف مليار دولار عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة وذلك لدعم القطاعات الانتجية الصناعة والزراعة حيث أشر مدبولي إلى أنه سيتم تطبيق المبادرة فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء وذلك في اجتماعه الأسبوع المقبل وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن أي خطوة من شأنها دعم القطاعات الانتجية خاصة الصناعة والزراعة ستقوم الحكومة بتنفيذها على الفور وشدد مدبولي على مواصلة الحكومة العاملة على دعم وتشجيع القطاعات الانتجية بالإضافة إلى تعزيز الانتاج المحلي من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية لسيما قطاعي الصناعة والزراعة وذلك من أجل تحقيق المسهدفات التنموية والاقتصادية للدولة وزيادة القدرات على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية ترجمة نانسي قنقر تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تطورت سوق الأوراق المالية والخدمات المالية غير المصرفية لسيما مؤشرة أداء سوق الأوراق المالية وذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رامي دوكاني أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية قصوى لدعم جهود التطوير وتنمية كافة الخدمات المالية غير المصرفية وتوفير التمويل اللازم لدعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاقتماعية مشددا على أهمية تنسيق وتكامل الخطط بين كافة الأطراف لتقوية أداء سوق الأوراق المالية المصري وأشار مدبولي إلى العمل على استكمال برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإنشاء خط ساخن لتلقي أي شكاوى وذلك ضد من يتعسف في استخدام سلطة الدبطية القضائية وخلال اجتماع رئيس الوزراء استعرض ضوابط حوكمت منح صفة الدبطية القضائية للموظفين على قطاعات الاستثمار والأعمال فيما أشار مدبولي إلى أن هدف الاجتماع هو مناقشة عدد من الضوابط وذلك لحوكمة منح صفة الدبطية القضائية للموظفين العموميين يأتي ذلك لمنع حدوث أي تجاوزات أو تعنط من قبل القائمين على تطبيقها بقطاع الاستثمار والأعمال وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار كما تم استعراض إحصائية تضمنت إجمالي قرارات منح صفة الدبطية القضائية عن الفترة من الأول من يناير لعام 2022 حتى الثلاثين من نوفمبر 2022 كذا إجمالي القرارات الملغى التي سبق وأن منحت صفة الدبطية القضائية عن نفس الفترة فضلا عن إجمالي عدد الموظفين العموميين الممنوح لهم صفة الدبطية القضائية عن الفترة ذاتها عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة آليات إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلام العامة وفي مستهل الاجتماع أوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة آليات تشغيل وإدارة وسيانة تلك المنظومة تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن مشيرا إلى ضرورة استكمال إنشاء هذه المنظومة وتعميمها على مستوى الجمهورية من خلال ربط جميع المرافق الحيوية بما يحقق أهداف الجاهزية لحالة الطوارئ والحفاظ على السلامة العامة تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية وذلك لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حقب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمي تمكنت خلال الأربع والعشرين ساعة من ضبط خمسمائة وسبع وثلاثين قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغة قرابة ثلاثمائة ثمان وثلاثين طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حقب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط أكثر من تسعين طن أما في مجال حقب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزياد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تمضبط أكثر من مائتين وتسعة عشر طن أما في مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط أكثر من ثلاثة أطنان وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البلاء تم ضبط 25 طن أسمنت حضي تسليح أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 341 قضية من بينها 2 أو 2 و 80 قضية خبز ناقص الوزن و 60 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغشة الأعلاف تم ضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغة 125 طن في سياق آخر تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التي تضرب الاقتصاد القومي وفي مقدمتها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين وغسل الأموال وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة في هذا الإطار استمرار للجهود الأمنية للتصدي للجرائم الاقتصادية التي تضرب الاقتصاد الوطني لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي استهدفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بحملة مكبرة عددا من العناصر الإجرامية التي تتاجر بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بنطاق عدد من المحافظات وأصفرت هذه الحملة عن ضبط 36 عنصورا إجراميا وبحوزتهم مبالغ مالية بما يعادل قرابة مليوني دولار أمريكي ونحو 301 ألف يورو أوروبي ونحو 307 ألف ريال سعودي وعملات أخرى متنوعة حيث بلغ إجمال المبالغ المالية المضبوطة ما يعادل نحو 84 مليون جنيه كما نجحت الأجهزة الأمنية وفي الإطار ذاته في ضبط 44 قاضية إتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بإجمال ما يقارب 11 مليون جنيه وما يعادل 15 مليون جنيه عملات أجنبية متنوعة كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بأسيوت تخصص عناصره في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وإرسالها لذويهم داخل البلاد بطرق غير مشروعة وكذا جلب السبائك الذهبية من إحدى الدول وإعادة بيعها لتجار الذهب واستخدام حصيلة البيع في سداد تحويلات المصريين بالخارج والاستفادة من فارق أسعار الشراء والبيع بالمخالفة للقانون وبحوزات أكثر من 13 مليون جنيه وسبائك ذهبية تازل نحو 3 كيلو جرامات ونصف الكيلو جرام وفي مجال قضايا غسل الأموال تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة لقيم عناصره بغسل 100 مليون جنيه عصيلة نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم في مجال التنقيب عن البترول مقابل أرباح شهرية امتنوا عن سدادها ورفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها انتركوا قيامهم بتأسيس أنشطة تجارية بتلك الأموال وشراء عقارات وسيارات وإدعى جزء من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كينات المشروع خلافا للحقيقة كما تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالجيزة لقيمه بغسل 25 مليون جنيه حصيلت نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء عن طريق تأسيس شركات وشراء سيارات وإدعى جزء من تلك المبالغ بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كينات المشروعة خلافا للحقيقة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي يستهدف عناصره المواطنين رغيب اقتراض مبالغ مالية بشروط ميسرة خارج اشتراطات القطاع المصرفي ومنحهم تلك القروض بموجة تطبيقات إلكترونية تم إنشاؤها خارج البلاد وعقب تحميلها على هواتف المقتردين يتم سحب بياناتهم الشخصية واستغلالها في تهديدهم لإجبارهم على السداد وقد تم استخدام التقنيات الحديثة في التتبع ورصد الدقيق لخطوط سير عناصر التشكيل الذين يقومون باستئجار مقرات مؤقتة في أماكن مختلفة لأصعب رصدهم إلى أن تمكنت من ضبطهم وتم ضبط مبلغ مالية بحوزتهم وأجهزة تمرير اتصالات دولية وتسعين جهاز حسب آلي ومئة هاتف محمول وخمسين جهاز تابلت وبطاقات ائتمانية وخطوط محمول وكذا تم ضبط سلاس سيارات استعرض وزير الخارجية سامح شكري خلال اتصال هاتفي مع نظير السوداني علي أصادق مسارات التعاون الثنائي حيث تم الاتفاق على أهمية تفعيل أعمال اللجان السياسية والفنية المشتركة بالإضافة إلى الحفاظ على دورية عقادها هذا وأكد الوزيران على أهمية دفع المشروعات المشتركة بما في ذلك مشروعات الربط الكهربائي والتكامل الزرعي وخلال الاتصال الهاتفي عرب الوزير شكري عن تطلع مصر لأن يشهد هذا العام المزيد من الاستقرار والرخاء والتوافق الوطني في سودان وتوطيد للعلاقات الثنية المتميزة ما بين البلدين كما قدم وزير الخارجية شكرا لنظيرها السوداني على الدعوة التي تلقاها مؤخرا لزيارة السودان معربا عن تطلعه لتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة يتوجه وزير الخارجية سمح شكري اليوم إلى العاصمة السعودية أرياض للمشاركة في اجتماع لجنة المتبع والتشاور السياسي بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية والمقرر عقده غدا الخميسة أوضحت وزارة الخارجية في بيانها أن الانعقاد الدوري للجنة التشاور السياسي المصرية السعودية يعكس حرص الجانبين المصري والسعودي على التنسيق والتشاور المستمر حول مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الأقيمية والدولية مشيرة إلى أن هذه هي الجولة الخامسة لاجتماع اللجنة والتي تم إنشاؤها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسعودية في القاهرة عام 2007 صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية والقنصلي العام في أسطنبول يواصلان متابعة الحالة الصحية للمواطنين الذين أصيبوا في حادث الحريق الذي تعرضت له السفينة بتألفة أمام السواحل التركية وأضاف المتحدث باسم الخارجية بأن الجهود تتركز حاليا من خلال زيارة المصابين في المستشفيات التي يتلقون العلاج بها وذلك للإطمئنان عليهم لحين تمثلهم للشفاء وعودتهم إلى أرض الوطني بسلام أعلنت هيئة خدمات البريد الملكي في بريطانيا أنها تواجه إضطرابا شديدا في خدمات الإرسال إلى الخارج بسبب ما قالت إنه حدث سبراني ولم توضح البريد بريطانيا ما هي الحدث السبراني أو ما إذا كان هجوما داعية عملائها إلى أن يمتنعوا عن إرسال الأغراض إلى البريد في الوقت الراهن مشيرة إلى أنها تعمل على حل المشكلة في المقابل أكد البريد بريطاني أن عمليات استيراد الشحنات القادمة من الخارج تعمل بشكل منتظم مع تأخيرات محدودة جاء ذلك بعد ساعات من تعطل حرقة الملاحة الجوية في الولايات المتحدة بسبب عطل فني أعلنت هيئة الطيران المدني الأمريكي إلغاء تعليق الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة والذي أعلق أو أعلن في وقت سابق اليوم وذلك بسبب عطل فني تقني لم يحدد مصدره بعد كانت هيئة الطيران المدني الأمريكي أمرت بتعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة في الولايات المتحدة حتى ساعة ثانية ظهرا بتوقيت جرانيتش لإصلاح عطل طرأ على أنظمتها والتأكد من سلامة معلومات الطيران ومعايير الأمان وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن وزارة النقل بإجراء تحقيق كامل في أسباب العطل الفني في إدارة الطيران للتحدي الأمريكية وأعلن البيت الأبيض أن بايدن على دراية بالعطل الفني في نظام إدارة الطيران للتحدي ولا دليل على أن سببه وهدوم إلكتروني وكانت إدارة الطيران للتحدي الأمريكية قد طلبت من شركات الطيران وقف كل رحلة الصفر الداخلية حتى يتسنى لها إصلاح عطل فني في إدارة الطيران للتحدي الأمريكية نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن معرفته بمضمون الوثائق السرية التي وقدت في مكتبه وتعود للفترة التي كان يتولى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما من جانبه أعلن وزير العدل الأمريكي ماريك جارلند أعلن أنه أمر بمراجعة تلك الوثائق الولايات المتحدة على موعد مع فصل جديد من قصة الوثائق السرية في المكاتب والبطل هذه المرة هو الرئيس الأمريكي جو بايدن حيث تفيد المعلومات بأنه تم العثور على وثائق سرية في أحد المكاتب التي كان بايدن يشغلها إبان تبوئه منصب نائب الرئيس باراك أوباما بايدن الذي لم يتخل عن هذه الوثائق بالرغم من أن القانون ينص على ضرورة فعل ذلك أعلن أنه لا علم له بمحتوى الوثائق السرية التي عثر عليها في مركز أبحاث بواشنطن كان أحيانا يعمل فيه وعلى هامش قمة أمريكية كندية مكسيكية عقدت في مكسيكو قال بايدن إن محاميه سيتعاونون بالكامل خلال فحص هذه الوثائق معاربا عن أمله في أن تنتهي عملية الفحص هذه قريبا عندما عملت لمدة أربع سنوات بعد أن أصبحت نائبا للرئيس كنت أستاذا في جامعة بنسلفانيا وجدوا بعض المستندات في صندوق في خزانة مقفلة وبمجرد أن فعلوا ذلك أدركوا أن هناك العديد من المستندات السرية الموجودة في هذا المربع وقد فعلوا ما كان ينبغي عليهم فعله اتصلوا على الفور بالمحفوظات وسلموها وقد تم إعلامي بهذا الاكتشاف لكنني لا أعرف ما هو موجود في المستندات ومع إعلان وزير العد الأمريكي ميريك جارلاند أنه أمر بمراجعة الوثائق تساءل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي سيتعامل مع بايدن كما تعامل معه وهذا ما يؤكد أن القضية تشكل مادة مهمة للجمهوريين في ظل رئاسة كيفين مكارثي لمجلس النواب وإجماع المراقبين على أن معركة انتخابات 2024 بدأت من الآن كشفت وكالة بلومبيرد الأمريكية عن مطالبة الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي وزارة الخزانة بتقديم تشف عن حسابات نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن داخليا وخارجيا أضافت الوكالة الأمريكية أن الجمهوريين يتحرقون بسرعة في التحقيقات التي وعدوا بها منذ فترة طويلة بشأن هانتر نجل الرئيس جو بايدن ويدعو الجمهوريون لكشف أي تقارير تستخدمها البنوك للإبلاغ عما تعتبره معاملات كبيرة بشكل مثير لريبة تتعلق بهانتر بايدن وأفراد آخرين من عائلة بايدن كما يريدون أيضا من المديرين التنفيذيين السابقين في موقع تويتر الإدلاء بشهاداتهم والإجابة على أسئلة متعلقة بعائلة بايدن التنفيذيين جولتنا الإخبارية مشاهدين لا تزالوا مستمر وتتابعون فيها زيلانسكي يشدد على أن روسيا تحاول التظاهر بسيطرتها على أجزاء من سوليدار ويؤكد أن القتال مستمر في البلد أعلن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطية نيتو عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز حماية بناء تحتية أساسية بالقارة الأوروبية في مواجهة التهديدات الروسية قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندلاين قالت أن مجموعة العمل ستجمع خبراء من الاتحاد الأوروبي والنيتو وذلك لدراسة مكامن الضعف في بناء تحتية رئيسية بالاتحاد بالإضافة إلى وضع توصيات حول سبل تعزيز حمايتها كان نيتو عزز بالفعل انتشاره البحري في المنطقة عقب الهجمات على خطوط أنذيب نوردستريم قال وزير الخارجية السويدية إن الاتحاد الأوروبي مستعد لعملية عسكرية طويلة في أوكرانيا وضف وزير الخارجية السويدية أن الاتحاد مستمر في دعم كييف في مواجهة العملية الروسية مهما طال الأمر مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل على فرط أو فرض مزيد من العقوبات على موسكو وذلك بسبب الأزمة الأوكرانية بعدما أقرت تكتل المكون من 27 دولة 9 حزم من العقوبات منذ بدء العملية العسكرية وذلك في فبراير الماضي وقال رئيس الأوكراني فولادمير زالنسك يعلانا مشتركا إلى جانب الرئيس الليتواني جيتاناس نوسودا والرئيس البولندي أندريا دودا وذلك يتناول العديد من مجالات تعاون العسكرية ويكشف الإعلان عن اعتزاز ليتوانيا وبولندا مواصلة تقديم الدعم العسكري والإنساني وغيره لأوكرانيا في عملياتها العسكرية ضد روسيا كان الرئيس البولندي أندري دودا قد أعلن خلال زيارته اليوم مدينة البيب الأوكرانية أن بولندا سترسل دبابات ليوكارد القتلية إلى أوكرانيا أهلاً لرئيس الأوكراني فلادمير زلانسكي كان القتال مستمر في مدينة صوليدار الواقعة في شرق أوكرانيا التي سبق وأعلنت قوات روسية أنها سيطرت عليها وقال زلانسكي إن هذه التصريحات مجرد إدعاءات وأن القتال لا يزال مستمر وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن جبهة القتال في دونسك صامدة ويتم تعزيزها دون أي انقطاع أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سرديش ويدو كام بإدراء تعيينات جديدة على قيادة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وأشرت الدفاع الروسية لأنه تم تعيين رئيس هيئة الأركان العامة فالري جراسيموف قائداً للمجموعة المشتركة للقوات في منطقة العملية الخاصة بالإضافة إلى عدد من نوابه وأوضحت الدفاع الروسية أن التعيينات الجديدة ترتبط برفع مستوى إدارة العملية العسكرية الخاصة وتوسيع نطاق المهام والحاجة إلى تنظيم تفاعل أوثق ما بين فروع وأذرع القوات المسلحة فضلاً عن تحسين عمليات الدعم وفعالية القيادة والسيطرة على تجمعات القوات اشتركوا في القناة أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك إنه لم يواجه أي صعوبات في تأمين صفقات التصدير للنفط الروسي على الرغم من العقوبات الغربية على موسكو جاء ذلك خلال اكتماع وزري بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأظهر انتبو النفط الروسي حتى الآن مرونة في مواجهة العقوبات والتي فردت بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وكذلك في مواجهة الحدود القصوى للأسعار التي فرضتها الدول الغربية الشهر الماضي ووقع بوتين الشهر الماضي مرسوما يحضر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية اعتبارا من الأول من فبراير ولمدة خمسة أشهر للدول التي تلتزم بهذا الحد الأقصى حضر البنك الدولي من أن الاقتصاد العالمي سيقترب وبشكل خطير من الركود خلال العام الجاري مدفوعا بضعف النمو في جميع الاقتصادات الكبرى في العالم والولايات المتحدة بالإضافة إلى أوروبا والصين وقال البنك في تقرير سنوي له أنه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام بنحو النصف ليصل إلى 1.7% فقط مقارنة مع توقعاتها سابقة والبالغة 3% بسبب استمرار التضخم وارتفاع عسعار الفائدة وتأثيرات الحرب في أوكرانيا هذا وثبتت دقة هذه التوقعات فسيكون هذا النمو الاقتصادي السنوي الأضعف الثالث في ثلاثة عقود وذلك بعد الركود الشديد الذي نتج عن الأزمة المالية العالمية لعام 2008 والركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا للعام 2020 دعا التقرير لمنتدى الاقتصاد العالمي عن المخاطر العالمية للعام الحالي إلى اتخاذ إجراءات تعاون عالمية عادلة بهدف مواجهة تباعة الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية التقرير الذي نشر قبل خمسة أيام من انطلاق الاجتماع السنوي للمنتدى في مدينة دافوس قال إن أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن التضخم تشكل الخطر العالمي الأول خلال العامين المقبلين وقد ذكر التقرير أن التضخم الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا وإعادة فتح الاقتصاد يعد وباء كورونا قد يتسبب بحدوث توترات شديدة في مناطق من العالم يدفع الملايين من الناس إلى الدخول تحت خط الفقر وهو الخطر الذي يتجاوز مخاطر الكوارث الطبيعية والأحداث المناخية القاسية أو حتى النزاعات كما توقع أيضا التقرير استمرار المخاطر الضغط على إمدادات الطاقة والغذاء خلال العامين المقبلين والارتفاع الحاد في أزمة تكلفة المعيشة وتكلفة الديون بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة اقترحت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد القانونية إلى 64 عاما وذلك بحلول 2030 بدلا من 62 حاليا وصرح الأمين العام لإتحاد النقابات العملية لوران بيرجي عن أمله في حشد قوي لكي تتراجع الحكومة حركة التفاف خطيرة لجأت إليها الحكومة الفرنسية يقول خبراء إنها نذير بانتهاء عصر الوفرة وتؤكد أن الحرب الأوكرانية وأزمة الطاقة قد تجبر الحكومات على اتخاذ تدابير قاسية فقد قدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن مشروع قانون ينص على زيادة تدريجية في سن التقاعد القانوني إلى 64 عاما بحلول عام 2030 واستشهدت بورن بجيرانها الأوروبيين معلنة أن قانونها خيار وحيد اتخذته جميع دول الجوار ولا سيما أن هناك تلويحا بتمرير القانون طبقا لمادة دستورية تخول الحكومة إقرار قانون بغير تصويت عليه إذا شاب الدولة جمود برلماني أو حصل انقسام كما هو الحال محللون سياسيون فسروا القانون بأنه طريق مختصر وملتو هدفه الوصول إلى مئات المليارات من اليورو من صناديق معاشات مختلفة تحت مزاعم كلمة الإصلاح لتعويض الدعم الذي تقدمه فرنسا لأوكرانيا وتداعيات أزمة الطاقة مما يعطي الدولة سنوات تتمتع فيها بأكبر قدر من السيولة لحين حل الأزمة الأوكرانية وعلى الفور ضرب النفير شبح السطرات الصفراء الذي يؤرق الحكومة الفرنسية ودعت النقابات الثماني الرئيسية إلى التعبئة يوم التاسع عشر من يناير بداية لتصعيد وتظاهرات احتجاجا على أهم الإصلاحات التي سمها البعض وحشية ودعا لها ماكرون في فترة ولاياته الثانية التي لا يتمتع فيها بأغلبية حاسمة في البرلمان إلا أن الحكومة ما زالت تبحث إجراءات قد تؤدي للتهديئة إلا أن التساؤل الإنساني الذي طرحته العامة في فرنسا يظل هو الأخطر وربما هو من يقود كل هذا حين تساءل هل من المفترض أن ينخلط الإنسان في وظيفة مهلكة حتى نهاية العالم فمتى إذن يتسنى له العيش دون ضغوط أطلق المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط رسمياً الاستراتيجية الإقليمية للتخلص من سرطان عنق الرحم لشرق المتوسط وذلك في مؤتمر صحفي مختلط استضافت فيه قادة المنظمة وانضمت إليه نساء نابيات من سرطان عنق الرحم فضلاً عن عدد من المناصرة التألواتي وحاربنا المرض بالإضافة إلى متحدثين رفيع المستوى تستند الاستراتيجية الإقليمية للتخلص من سرطان عنق الرحم من الشرق المتوسط إلى الاستراتيجية العالمية لتسريع واتيرة التخلص من سرطان عنق الرحم بوصفه إحدى مشكلات الصحة العامة والتي اعتمدتها الدول الأعضاء في المنظمة عام 2020 تمت الموافقة على الاستراتيجية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية هنا في شرق المتوسط لذلك من اللازم تطبيقها على الفور وتتماشى مع الاستراتيجية العالمية للقضاء على سرطان العنق الرحم التي تمت الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية وهاتين لسنتان تتحركان بالتوازي حتى نهاية القرن ودعونا لننسى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ومن ضمنها قطاع الصحة ونأمل بأن نكون قد قضينا أنزاك على سرطان العنق الرحم في العديد من البلاد الهدف الأساسي من استراتيجية هي استراتيجية الإقليمية لمكافحة سرطان العنق الرحم عند المرأة اللي هو نحن اليوم استفدنا يعني أو استغلينا فرصة أنه شهر يناير هو شهر العالمي لمكافحة سرطان العنق الرحم أو سورفيك الكنسر لإطلاق هذه الاستراتيجية الإقليمية اللي هي أورادي تعرضت باللجنة الإقليمية الاجتماع اللي صار عنا بأكتوبر وكل الدول دعمتها ووافقت عليها وهيدا الشيء بيسهل بالنسبة لنا بيسهل إدخال هذه الاستراتيجية في الدول اللي عنا الدول الأعضاء لو اكتشفتي واتكلمتي هتساعدي ستات كتير جدا أنه هم كمان يعرفوا مشاركة التجربة هتخلي أختك بنت خالتك بنت عمتك كلهم يفهموا الوضع أكتر ويروحوا يعملوا مسحة عنق الرحم وكمان يسألوا على التطعيم أكيد وإلى محافظة أسوان حيث انطلقت اليوم القافلة العلاجية بوحدة طب أسرة قرية الجعافرة التي تمت سبعة تخصصات مختلفة بالإضافة للصيدلية التي تواجد بها أكثر من مائة صنف من العلاج وأشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على المئات من المواطنين حيث تم تقديم العلاج بالمجان وتحويل عدد من المترددين للمستشفية التابعة لوزارة الصحة لإجراء العمليات الجراحية وعمل أشعة ترانين مغناطيسي ومقطعية هذا وقد بدأت القافلة أعمالها من يوم الاثنين الماضي بمنطقة خور عواضة وأمس بقرية الأعقاب في إطار التعاون ما بين مديرية الصحة بأسوان وجمعية الهلال الأحمر نحن هنا متواجدون بوحدة طب أسرة الجعافرة لنستقبل القافلة الطبية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر وبها تخصصات أطفال وبطنة وأنف أذن ونسى وعزام وجلدية ورمد بالإضافة طبعا إلى الصيدلية التي يتوافر بها أكثر من مائة صنف من العلاج المجاني نحن جايين هنا في القافلة عشان بنقدم للناس دعم نفسي وبنعرفهم بالخدمة بتاعتنا وبنعرفهم كمان برقم الغرفة بتاعت الدعم النفسي بنقدم أمشطة للأطفال الصغيرين بيبقى معي ميسر بيساعدني في ده بقدم لهم زي توعية عن الموضوعات معينة زي مثلا ضغوطة نفسية تربية إيجابية للأطفال رعاية ذاتية زي نهتمي بنفسنا معظم الحالات اللي بتقابلنا حالات الماء البيضاء بنشوفها كتير جدا هنا في أسوان بالذات بين النساء الفيميل حالات تانية طبعا محتاجة نظارات كتير جدا حالات الانفكشن كتير جدا رفت النهاردة في قافلة طبية في قرية الجعفرة فقلت انتهز الفرصة وجيت تم الكشف العيون ما شاء الله ده كترة شهرين كويس كشف مجاني العلاج مجاني نظمت تنسقية الشباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا بعنوان مفوضية مكفحة التمييز وذلك في إطار الفعليات التي تنظمها التنسقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني تناول الصالون منقشة عدة محاور منها الأثر النفسي على الشخص الذي يتعرض لتمييز بالإضافة إلى تربية النشأ على احترام التنوع البشري وتقبل الآخر كما ناقش الصالون بهود مصر في مكفحة التمييز ودور الإعلام والمؤسسة الدينية في ترسيخ ثقافة مكفحة التمييز وزعت مؤسسة مصر الخير أحد كانت التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وزعت نحو 5386 من الوجبات الساخنة بعدد من محافظات الجمهورية يأتي ذلك في إطار حملة شتاء دافئ للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك في عدد من المحافظات شهدت القافلة الطبية الشاملة والتي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالغربية بالتعاون مع جميع الطنطة في قرية دمرو التابعة لمركز المحل الكبرى توقيع كاش الطبي على 1286 حالة وصرف الدواء لهم بالمجان نعم كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراع بزراعة 50 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية وذلك ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة 100 مليون شجرة بالأضافة إلى توزيع عدد 250 كتابا للمراجع النهائية وذلك لطلاب بأشهادة الإعدادية بالقرية إلى جانب تنظيم محاضرات عن مناهضة العنف ضد المرأة ومحو أمية 65 مواطنا ومحاضرات توعية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ نظمت مدرية الصحة بدميات قافلة طبية في عزبة حماد التباعة لمركز قفر البطيخ ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتهدف القافلة إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين حيث تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة تم صرف الأدوية بالمجان واستإجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا خوف العلاجية من خدمات المويزة لوزارة الصحة كونها تتميز بمستين أسيتين حاجة أسيتين هي مجانية تماما والحاجة الثانية هي تستهدف المواطنين في الأماكن البعيدة عن صفات المركزية واللي ما وصلهاش خدمات صحية لوزارة الصحة خوف العلاجية بيبدأ الإعداد لها من فترة مناسبة بحيث أن نحن نقدر نحدد المكان الذي تقام عليه قافلة مكان مناسب يقدر العادات تتمركز فيه مكان مناسب يكون فيه الخدمات المكملة لقافل سواء كانت الصيدلية أو المعمل أو منفذ التذاكر طبعا بنراعي الإجراءات الوقائية والاحترازية في اختيار الأماكن هنا الحمد لله كشف بالمجان وعلاج بالمجان ووجد معمل تحاليل والصيدلية وكشفنا الحمد لله وعملنا جميع التحاليل والإشعاعات اللازمة وصرفنا العلاج بالمجان والحمد لله بالعالمين نشكر سيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشكر الدكتور محمد الغباشي قافلة طبية في منتهى الروعة والعلاج بالمجان والألم تابعة الأهم للأخبار الاقتصادية نعم إلى وقفتنا وتنضم إلينا فيها الزميلة فاطيمة خليل أهلا بك فاطيمة نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً صلت الدوء على توقع صندوق النقد الدولي تصاعداً مستقبلياً لمؤشرات الاقتصاد المصرية وكشف التقرير عن أبرز توقعات الصندوق لمؤشرات الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة والتي تشير إلى ارتفاع معدل النمو ليسجل نحو أربعة بالمئة العام المالي 2022-2023 ليصل إلى خمسة وتسعة من عشرة بالمئة عام 2027 فيما توقع الصندوق تراجع معدل التضخم ليسجل نحو خمسة عشر وثمانية من عشرة بالمئة العام المالي الحالي وسبعة بالمئة حتى عام 2027 كما توقع الصندوق تراجع عدين العام كنسبة من النتج المحالي الإجمالية ليسجل نحو ثمانية وثمانين وثلاثة من عشرة بالمئة في العام الحالي وسبعة وسبعين وتسعة من عشرة بالمئة حتى عام 2027 بينما توقع تراجع عدين الخارجي كنسبة من النتج المحالي الإجمالي ليسجل نحو تسعة وثلاثين وستة من عشرة بالمئة هذا العام وثمانية وعشرين بالمئة في العام المالي 2026-2027 أعلنت وزارة الزراع أنه تم الإفراج عن مستلزمات الأعلاف خلال الإسبوع الأول من شهر يناير الجاري تم الإفراج عن مائة وخمسين ألف طن من الدرة وفول السوية بحوالي 72 مليون دولار وأضافت الوزارة أن الإفراج شمل مائة وثلاثة عشرة ألف طن من الدرة بحوالي 41 مليون دولار وحوالي 37 ألف طن من فول السوية بقيمة حوالي 28 مليون دولار وأيضاً أضافت أعلاف بحوالي 3 مليون دولار وفي السياق المتصل تواصل لجنو مشاكلة من وزارات الزراعة والتموين والداخلية والجاهة الرقابية حملات التفتيش على مخازن ومصانع الأعلاف والمستوردين للتأكد من عدم بيع مستلزمات الأعلاف في السوق السوداء شهدت محافظة دميات افتتاح معرض أهلاً رمضان الأسبوع الماضي في مدينة دميات القديمة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتاجات الموطنين ومن المقرر أن يتم افتتاح معرض آخر في مدينة دميات الجديدة واستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك يضم معرض مدينة دميات القديمة 15 قسماً بتخفضات تصل من 20 إلى 30% يأتي في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة التجارية للتخفيف عن كاهل أبنائي محافظة احنا بدأنا بمعرض دميات هنبدأ في راس البر في معارض دميات جديدة معارض على مستوى المحافظة كلها مراكز ومدن إن شاء الله كل مكان هيبقى فيه معرض بنحاول نوفر السلع بحيث أنها كله يبقى متواجد بأسعار مخفضة وأسعار متدولة يعني للناس فكرة المعرض كويسة جداً المعرض حلوة بالنسبة للأسعار الخارجية وبالنسبة غلاء الأسعار الخارجي وخصوصاً إن دي تبقى مبادرة من الدولة إن الدولة هي اللي تحارب الأسعار وتحارب فكرة التجار اللي بتحكموا في الأسعار بمزاجهم جاءت هنا المكان بصراحة مكان جميل جداً اشتريت رزه واشتريت مكرونة الأسعار حلوة جداً جداً عن بره بصراحة أنا بعد كتير على المعرض وبشوفه لكن ما تجرقتش مرة دخل قلت مش معقول فأنا احتاجت رزه فسألت عليه كله كله 18 دخلت المعرض لقيته ب14 جنيه والله الحجر خاصة هنا الحمد لله تمام والمعرض ماشي تمام والحجم دعمه هنا كويسة وياريت بدلاً بقبل معرض واحد واثنين وثلاثة والحمد لله والحجر خاص من بره بكتير كمان وأنا معدي تليت المعرض ما شاء الله دخلت المعرض تليت فيه حاجات كتير حلوة فيه الرز عجبني سعر الرز جداً 14 جنيه بره الرز ب18 جنيه وب20 ومش موجود افتتح في مدينة إهناسيا بمحافظة بنسويف معرض أهلاً رمضان لسلع الغذائية اتذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم من أجل توفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة والإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع بالأسواق وفرض الرقابة على الأسعار أكثر من 20 طن من السلع الغذائية تضخ يومياً داخل معرض أهلاً رمضان المقام بمركز إهناسيا التابع لمحافظة بنسويف والذي جاء ليكون موقذاً للأسرة المصرية من تضخم الأسعار في كل ما يخص المواطن من السلع الأساسية الضرورية اللي هو يحتاجها المواطن من السكر ومن الزيت ومن الرز ومن السمن ومن كل ما يحتاج المواطن يلاقيه بتخفيض يصل قد من 20% لـ 30% وجود مصداقية في التسعير اللي موجود هنا أقل من اللي بره والبيع بسعر الجملة وفقاً للتعليمات فالحمد لله ده خل الناس يعني النهاردة المعرض حضرتك إحنا في اليوم الكام إحنا من يوم السبت النهاردة الأربع نشوف الإقبال حضرتك عامل عليه إزاي من الرز و بـ 15 جنيه لجاجة 24 جنيه جيبنا بـ 10 جنيه زيت 85 جنيه بره بالبع بـ 105 و 100 جنيه الأسعار برضو متعودة كويسة برضو عن السكر بنبيعه بـ 17 جنيه الرز بـ 15 جنيه الزيت الزيت بقى أزاز فيه بس عن أزاز 700 فيه أزاز كل حاجة بسعره شهد المعرض الذي تنوعت منتجاته التي يحتاجها كل بيت مصرية ازدحاماً كثيفاً من المواطنين لما يقدمه من أسعار انخفضت عن الأسعار التجارية بنسبة وصلت إلى العشرين في المئة الأسعار تمام ومتناول جميع وعدك شايف الناس كلها جاي على المكان والحمد لله يعني وبنشكر السيد الرئيس وبنشكر الناس كلها اللي سهمت في الموضوع ده الرز حلوة يعني بتجيبها عندنا بـ 20 جنيه حلو مواصع بـ 17 جنيه حلو السكر بردك حلو بـ 17 جنيه حلو يعني كل حاجة بتخيف معينا شوية بردك الغلاء الناس محتاجة بردك لكده وكده كما تصدرها قسم اللحوم إقبالاً كبيراً من الجمهور نظراً لجودة اللحوم البلدي المقدمة للمواطنين حيث يتم إذبح ثلاثة رؤوس من الماشية يومياً لسد احتياجات أهالي المنطقة خل عجل يزن 400 كيلو جرام يومياً بهذا النظام بسعر 150 جنيه للكيلو وطبعاً دي بأسعار أقل بكتير قوي من الموجود بره يعني أسعار بره يعني تلاقي هنا تخفيض وصل من 20% لـ 30% في اللحمة بالزهر أهلاً حتة اللحمة دي وتتبع بـ 150 جنيه وتناول الجميع ولحمة كويسة وزي البولويارات الجزرين كلها تتعامل زي ما هو ده بتعامل يأتي معرض أهلاً رمضان قبل بداية الشهر الكريم ليوفر كافة احتياجات الأسر من السلع الأساسية للمعيشة والذي تأتي في إطار توجيهات الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بالمحافظة تابنسويف محمد الحطيب الترفيزيون المصري أنهت البورصة المصرية تعملات الجلسة بارتفاعاً للمؤشرات باستثناء إي جي أكس 70 وسط دولات مرتفعة وربح رأس المال السوقين نحو 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى تريليون و13 مليار جنيه أما لصعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة 42 من 100% ليغلق عند مستوى 15528 نقطة فيما ترجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 بنسبة 17 من 100% ليغلق عند مستوى 2809 نقاط وسعد مؤشر إي جي أكس 100 بنسبة 34 من 100% ليغلق عند مستوى 4227 نقطة في أسواق البترول العالمية ارتفعت عسار النفط وسط زيادة غير متوقعة في مغزونات الخام والوقود الأمريكية الضبابية الاقتصادية عالمياً وإعادة فتح الصين لاقتصادها ارتفعت العقود لأجل الخام برينت بنسبة 7 من 10% إلى 80 دولار و 63 سنت للميل ارتفعت العقود لأجل الخام غرب تاكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 6 من 10% إلى 75 دولار و 53 سنت للميل كذلك صعدت أسعار المزاوط عالمياً بنسبة 82 من 10% لتصل إلى 3 دولارات و 22 سنت للتر وصعدت أسعار الغاز الطبعي بنسبة 62 من 100% لتسجل نحو 3 دولارات و 7 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية قفز العقز التجاري في تونس إلى مستوى قياسي خلال العام الماضي ليصل إلى نحو 25 مليار و 200 مليون دينار أو ما يعادل 8 مليارات و 200 مليون دولار مقارنة مع 16 مليار و 200 مليون دينار في 2021 بزيادة حوالي 55% توقع البنك المركزي التونسي الأسبوع الماضي أن يبلغ معادلة تضخم 11% في المتوسط في عام 2023 ارتفاعا من 8 و 3 من 10% في 2022 وتخطى معادلة تضخم السنوي في ديسمبر حاجز 10% مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لإلهام ورجائي لاستكمال متبق من التسعة شكرا لك فاطيبة أودت العواصف المتعاقبة والأمطار الغزيرة في كاليفورنيا بحياة 17 شخصا وفقدان طفل مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر بإخلاء الكثير من المناطق وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في اليومين الماضيين في انقطاع تيار الكهربائي على نطاق واسع والكثير من الفيضانات واقتصلاع الأشجار وقطع الطرق الرئيسية وعلن مكتب الحاكم جافع نياصون في بيان له أن العواصف المتكررة التي اجتاحت الولايات المتحدة في غربها تسببت في مقتل 17 من سكان كاليفورنيا في الأسبوع الأخيرة في حصيلة هي الأعلى من حرائق الغبات في العامين الماضيين وقال نياصون أن 34 شخصا على الأقل طلب منهم مغادرة منازلهم حفاظا على حياتهم والآن المشاهدين نتحول بكم إلى آخر أخبار الرياضة والكرة والملاعب مرة ثانية إلى فاطمة خليل لتفضل فاطمة شكرا الإلهام شكرا رجائي وأهلا بكم مجددا مشاهدين وجولة رياضية جديدة تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري سلبيا في المبارلة جمعتهما على ستاد بورج العرب ضمن منافسة الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدور المصري بهذه النتيجة وصل الزمالك إلى النقطة السادسة والعشرينة في المركز الثالث بترتيب جدول المسابقة بينما وصل الاتحاد السكندري إلى النقطة التاسعة عشر في المركز الخامس تعادل فريق فيوتشر أمام نظره فريق بيرمت بهدف لكل فريق في المبارلة جمعت الفريقين على ستاد الأهل والسلام في إطار منافسة الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدور الممتاز للكرة القدم بهذه النتيجة يحتال فريق فيوتشر المركز الثاني في ترتيب جدول الدور برصد سمع عشرين نقطة بينما يحتال فريق بيرمت المركز الرابع في ترتيب جدول الدور برصد أربع وعشرين نقطة حقق فريق سموح فوزا صعبا على فريق طلاء الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الإسكندرية في افتتاح منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدور الممتاز للكرة القدم بهذه النتيجة رفع فريق سموح رصده إلى ثلاثة عشرة نقطة في المركز الحادي عشر من ترتيب جدول الدور من ثلاثة عشرة مباراة في المقابل بقي فريق طلع الجيش عند النقطة الثلاثة عشر في المركز الثاني عشر من ترتيب الدور تعدل فريق الدخلية مع البنك الأهلي بثلاثة هداف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثلاثة عشر من بطولة الدور الممتاز يحتل فريق البنك الأهلي مركز الرابع عشر في ترتيب جدول الدور برصده إثنتين عشرة نقطة بينما يحتل فريق الداخلي المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدور برصده عشر نقاط انطلقت النسخة الثامنة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة اليد والمقارر إقامتها في دولتين بولندا وفرنسا وتقام بطولة العالم لكرة اليد 2023 حتى التاسع والعشرين من يناير الجاري على تسع صلاط بمشاركة المنتخب الوطني ضمن اثنتين وثلاثين من خمس قرات هذا والتقل المنتخب الفرنسي مع ناظره البولندي في افتتاحية مواجهة البطولة تقام غدا الجولة الثالثة من ملافسة المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي خليج 25 يحتضن استاد البصرة دولي مباراة المنتخبين العراقي واليمني بينما يقام في استاد الميناء في مدينة البصرة مواجهة من العيار الثقيل وذلك حين يصدف مباراة المنتخب السعودي ضد المنتخب العماني اذ تصدر منتخب العراق ترتيب فرق المجموعة الأولى في خليج 25 برصيد 4 نقاط متفوقا بفرق الأهداف عن منتخب عمان الوصي فيما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث برصيد 3 نقاط وكذا المنتخب اليمن ترتيب فرق المجموعة بدون رصيد وشاهدين انهاية هذه الجولة الرياضية عودة مرة أخرى لرجاء وإلهام لاستكمال ما تبقى من التسعة شكرا لك فاطيما تحول اليوم ذكرى ميلاد الفنان وكاتب السيناريو والمخرج والمنتج الصيب دير الذي تميز بحسه الكوميدي اشتغير الفنان الراحل بأدائه المميز وكان أول عمل له في استميمه وفيلم وحيدة كان عام 1944 إلا أن شهرته الحقيقية تحققت عند قيمه بدور كبير الرحمية جبلي اشتركوا في القناة والآن متابعة لأخبار التقس والأحوال الجوية نعم مرة أخيرة زميلة فاطيمة خليل إليك يا فاطيمة شكرا رجاء رمزي شكرا إلهام نمر وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدين ووقت أخيرة مع أحوال التقس يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً خميس تقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهاراً على القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء وفيما يلي بيانهم بدرجة الحرارة متوقع غداً على بعض مدن ومحافظات الجمهورية والبداية دائماً من القهرة العظمة 18 الصغرة 11 الإسكندرية 17-13 مطروح 16-12 فورسعيد 18-11 إسماعيلية 19-11 وجوها معتدل بالنسبة له السويس 18-11 تعريش 18-10 طابة 21-11 شرم الشيخ 22-12 الغرداء 23-12 وجوها أيضاً معتدل بالنسبة للأقصر 22-8 أسوان 22-10 الوادي الجديد 23-6 شلاتين 26-17 حلايب 22-15 وجوها أيضاً معتدل والآن نستعرض معكم درجات الحرارة متوقع غداً في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مشاهدين نبقى الآن مع لقطة اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في هذه اللحظة المشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية لم يتبقى فيها لا تذكر بأبرز ما جاء فيها من علوين الرئيس السيسي وده بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني ويتطلع على الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الحالية الحكومة تعلن الإفراج عن بضاع بقيمة مليار ونصف المليار دولار من الأول وحتى العاشر من يناير الجاري بعد توقف حركة الطيران الداخلية في الولايات المتحدة حدث سبراني يعطل بريد بريطانيا انتهت نشط التسعة ولكن هواء التسعة مازال مستمراً مع يوسيف الحسيني مساء الكريوز مساء النور علام أشكركم جداً وأستأذنكم نبدأ فقراتنا